اشتركوا في القناة ومن القمة الى القاعدة حتى قابلنا الرئيس بشار الاسد بصدر رحم وقلب مفتوح وعقل متفتح وتباحثنا معه في قضايا الامة وبقينا معه ما يقرب من الساعتين ونحن كأننا نتحدث في اسرة السؤال سؤال من اكثر من مشاهد ننقل سيعة الاخ عبدالغني يقول هل يجوز استهداف من يؤيد النظام السوري كما يقول القاتل على رأسهم علماء السلطة وهل يجوز قتل عامة العسكريين الذين ما زالوا واقفين مع النظام مع العلم ان فيهم من ينوي ليشقاق ولا يتمكن من ذلك مش عرفنا؟ ما امن انا اعلم انا الذين يعملون مع السلطة يجب ان نقاتلهم جميعا عسكريين مدنيين علماء جهلين هذا لا يوجد مشكلة فاود ان احيي دمشق واحيي سوريا وحيي اهل سوريا جميعا رئيسا وحكومة وشعبا واسأل الله ان يثبت سوريا يثبت اقدامها على الحق فقد وقفت مواقف طيبة في المجلس الامن وفي حرب العراق وفي اشياء كثيرة امريكا اخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد سمحت وبعض الاسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين ستين مليون دولار او نحو شيء من هذا هذا شيء قليل جدا وما لا لماذا امريكا تخطف على اسرائيل ان الناس تنتشر في سوريا بعدين يذهبوا الى اسرائيل منين جدتم هذا الكلام ووقفت امام التألو الامريكي الذي يريد ان يفرض ارادته على الامة ويغير هوية الامة ويغير منظومة القيم فيها ويصلحها على هواه كما يريد سوريا هي التي وقفت واستطاعت ان تقول لا ولذلك قننوا لها القوانين من اجل عقوبتها وتأديبها وان شاء الله ستظل سوريا مرفوعة الراس قوية الاساس كان يجب على امريكا ان تدافع الشعب السوري يفتل بالجيش بالطائرات بالصواريط لماذا نحن نريد من امريكا ان تتقل وقفة الردولة وقفة لله وقفة للخير من حق الأرض تحياتنا الى الشعب السوري وتحياتنا الى القائد والشر الأسر وتحياتنا الى الحكومة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة